أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هدى مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الرشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كان يكذبون وإذا قل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا صلاة بنولا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مختدين مثلهم كمثل الذي استوقعت نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنور ودركهم في ظلمات لا يبسرون سما وكمن عميهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ذنمات ورعط وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الحمود والله محيط بالكافرين يكاد الضرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم خاموا ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء ما قدر ترجمة نانسي قنقر